بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم مشاهدي الأعزاء في فيديو جديد ابقوا معنا وتابعوه للنهاية أتمنى أن ينال إعجابكم بعد أسبوع تقريبا من عودته للتدريبات على انفراد كشف التقارير الفرنسية اليوم أن الدولي الجزائري أدموا الناس قد استأنف العمل مع المجموعة موقع لسكور الفرنسي لم يشير ما إذا كانوا الناس قد قام بحصة تدريبية كاملة مع بقية زملائه أم أنه قام فقط بعمل مخصص لكنه أكد أن الناس عاد بعد تعافيه في مقابل ذلك قال الموقع السابق أنه ورغم عودته الناس للتدريبات الجماعية الحديث عن عودته للمشاركة سابق لأوانه الأمر قد يبدو فيه بعض التناقب لكن الموقع ذاته قال أن المدريب فونسيكا متخوف جدا من إعادته والتي قد تتسبب له في انتكاسة وإصابة جديدة لهذا سيعمل على اختيار اللقاءات المناسبة لإعادته وسيختار اللقاءات المهمة فقط كشف موقع تونتي إنسايت الهولندي أن إدارة مارسيليا الفرنسي ترغب وبقوة في ضم الدولي الجزائري رمز العربي الزروقي المصدر الهولندي قال أن إدارة مارسيليا تعاني أصلا في مراكز الواسطة الدفاعي ومع إمكانية راحيل لاعب أو لاعبين في نفس المركز فإنها ستكون مضطرة للتحرك في السوق ويبدو أن مستوية الزروقي التي قدمها مؤخرا قد نالت استحسانهم ولم تشر المصادر الفرنسية لأي تفاصيل بخصوص تقديم عرض أو حتى قيمته بالرغم من وصفها الاهتمام بالقوي جدا ارتباط الزروقي بالأندي الفرنسية ليس جديد وهو أصلا مرشح بقوة للعب في الليجة الموسم المقبل لكن من دون تحديد دقيق للوجهة ورغم أنه مرشح بقوة للعب في فرنسا أو حتى في ألمانيا أو إنجلترا بحسب ما صرح به المدير الرياضي للنادي سابقا إلا أن الموقع السابق عاد ليؤكد أن بقاع الجزائر في هولندا أقرب زروقي يحظى باهتمام كبير جدا من فينورد ولكن أيضا من قطبي الكرة الهولندية هناك أجاكس وبياس فيين دوفان قال موقع بيانيتان ميلان أن إدارة ميلان وفي سعيها لوضع الخطوط العارضة للمركات المقبل مع المدرب بيولي تم الإتيان على ذكر اسم لاعب جزائري وهو لاعب واستهام سعيد بالرحمة إدارة ميلان مدرب وفمودي الرياضي يرون أن بالرحمة لاعب ممتاز والأهم من ذلك أنه لاعب متعدد مناصب وهو ما يريدونه موقع بيانيتان ميلان قال أن الحصول على بالرحمة لن يكون سهلا هذا إذا لم يكن مستحيل سعيد ورغم لاعبه لندي أقل قيمة في ميلان أوروبيا إلا أنه يتقاضى راتبا ضخما جدا ليس هذا وفقط الأسوأ أن قيمة السفقة ستكون ضخمة جدا إدارة واسهام صرفت قرابة 35 مليون أورو لضم سعيد وستطلب رقما مقاربا إدارة ميلان ولأجل إيجاد حل هذه المشكلة قال موقع بيانيتان ميلان أن مالديني سيضع لاعبا في السفقة لكن من دون الإشارة لإسمه وهو ما سيسهم في تراجع قيمتها ربما لما دون العشر ملايين ووقتها يمكن للميلان أن ينهيها اللاعب في ميلان وبالرغم من أنه صعب إلا أنها ستكون خطوة رائعة لسعيد إن حدثت كشف الموقع الرسمي ندي بردر برامان أنه تم ترشيح لعبين من لعبي الفريق للتواجد في تشكيلة الموسم العلماني اسم من الاثنين كان الجزائري ميتشال بايزر بايزر وبحسب الصحف الألمانية قدم مستوى كبير جدا لدرجة ترشيح ذي من فئة أحسن ظاهر أيمن في ألمانيا ككل وهو أمر رائع وكبير جدا القائمة المعلن عنها ضمت أربعين لاعب في كل المراكز وسيتم الكشف عن أسماء الأحد عشر الأحسن يوم الثاني عشر من شهر ميل مقبل الموقع القائمة ضمت أعداد كبيرة من أندية القمة خاصة بوليسيا وبايرل وتواجد ميتشال بايزر مع هؤلاء يعتبر إنجاز حقيقي تكلمنا في تقارير كثيرة سابقا عن رغبة بايزر في التواجد مع الخضر في ترابس جواه وتحدثنا أيضا عن أكبر المعاوقات التي تقف في وجه ذلك بايزر يعتبر ظاهر عصري بامتياز عرقامه أكثر من رائع ويأتي ترشيحه لجائزة أحسن ظاهر أيمن في ألمانيا كمسك الختام لكل هذا لذلك فإن التواجده في الترابس المقبل سيكون إضافة قوية جدا إن حدث قالت صحيفة تاستلاس نيوز البلجيكية اليوم الأربعة أن إدارة كلاب بريج قد حددت أهدفها للمركات الصيفي المقبل وستركز على لاعبين مبدئيا الأول هو البولندي ميشيل سكوراس والذي قدم له النادي عرضا رسميا بست ملايين والثاني هو الدولي الجزائري ولعب كورتري عبد القهار قادري الصحيفة السابقة قالت أن إدارة كلاب بريج لم تقدم لغاية الآن أي عرض رسمي لضم قادري وهي متخوفة أصلا من هذه الخطوة حيث قالت أن الصفقة ستكون مكلفة ليس لأن قادري لاعب مكلف لكن لأن ناديه السابق باردو وضع بندن في العقد يتيح له الاستفادة من قسم كبير من الصفقة ولذلك كورتري سيرفع الرقم للصورة التي تمكنه من الاستفادة أيضا إدارة باردو كانت قد سمحت برحيل قادري بمبلغ تافه على أن تستفيد من قرابة النصف من قيمته المستقبلية ولو افترضنا أن قيمة قادري أربع ملايين أورو فإنها ستستفيد من مليوني أورو وهي قيمة لن ترضي كورتري لذلك ستغالي في بيع قادري وربما تعطي الانتقال لهذا السبب مع نهاية الموسم المنتظم ولعب آخر جوالته هذا الأسبوع تمكن الدول الجزائري ولعب أوندرلاخت إسلام سليماني من التواجد في التشكيل المثالي المختار موقع صوفا سكور العالمي نشر تشكيلته المثالي للدور البلجيكي عن الجولة المنقضية والتي ميزها تواجد إسلام الجزائري كان قد سجل هدفا وقدم مستوى كبير ورغم هزيمة فريقه أوندرلاخت ضد ميشلا إلا أن ذلك لم يمنع القائمين على الموقع من اختياره وبدون شك فإن الدور الكبير الذي قام به طيلة اللقاء كان له الأثر الأكبر في اختياره للإشارة سليماني وزملاء خسروا كل شيء هذا الموسم وموسمه انتهى كما عشترنا في عدد سابق بداية هذا الأسبوع كشف موقع كارتشو ميركاتو الإيطالي عما سماه أبرز التحديثات بخصوص صفقة الدول الجزائري المستقبل يسين عدلي سوبا سالارنيتانا الموقع السابق قال أن باولو سوزا مدرب سالارنيتانا اتصل بنفسه بالجزائري وطلب منه القدوم للفريق في الصيف المقبل لكن في مقابل ذلك لم تشر التقارير ذاتها لرد اللاعب وهل وافق أم لا لكن يبدو أن عدلي يتجه للموافقة لأنه سيلتقي هناك بالمدرب الذي يتق به وسيمنحه فرصة الظهور كأساسي وباستمرار وهو ما سيساعده على استعادة مستوى وثقته في نفسه التي قتلت بشكل كامل في نادي ميلان الكثير من المصادر الإيطالية تركز كثيرا على طريقة انتقال عدلي أكثر بكثير من تركيزها على النادي المستقبلي له لأنه وكما أشرنا كثيرا هناك صرع داخلي بين مالديني وبيوغلي حول ذلك فالأول يريد إعارته فقط واستعادته الموسم المقبل متألقا فيما يصر الثاني على رحيله بشكل كامل لأنه لم يعد مفيد موقع كالتشو ميركاتو قال أن نادي سالارنيتانا لن يكون قدرا على قيمة عدلي وسيضمه فقط عن طريق الإعارة من دون مفاجأة تذكر حجز الدولي الجزائري ولعب باري أفسيس إيلان كبال مكانا له في تشكيلة الأسبوع الفرنسي الليك دو وذلك بحسب ما كشف عنه موقع سوفا سكور اليوم كبال كان قد قدم مستوى هائل جدا ضد نيم وسجل كما أشرت هدفين وقدم كورا حاسمة في فوز فريقه بتلاثية نظيفة كبال وبحسب نفس المصدر قدم ثاني أعلى مستوى منذ بداية الدور الفرنسي ككل أي أنه وصل لقيمة مستواه ويقدم كبال مستويات كبيرة جدا في الجوالات الأخيرة ولو بشكل متأخر إلا أن استفاقته ستكون أولا وأخيرا في صالحه سواء لإقناع مدربه في فرنس من أجل إعادته للمشموعة أو مساعدته لإجاد نادي آخر سواء في الليك دو أو خارج فرنسا قال موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن إدارة نادي ليون شرعت في البحث من الآن عن لاعبين جدد في مركز الوسط الدفاعي أو الوسط عامة وهذا لأجل تعويض الرحيل الأكيد للاعب الخضر حسام عوار القائمة التي أعلن عنها ضمت ثلاث لاعبين كان من بينهم الدولي الجزائري ولعب شرلوروى آدم زرغان زرغان لاعب مميز جدا وقدم مستوى كبير في نادي الحالي شرلوروى كما أنه اختر أحسن لاعب في الموسم كما أشرت في عدد سابق واهتمام عملاق فرنسي مثل ليون به ليس مستغرب ضيف إلى ذلك أنها ليست المرة الأولى التي يرتبط بها زرغان بنادي ليون النادي الفرنسي كان قد اقترب حقا من ضمه في جنف الماضي أعد موقع أربي أولاين الألماني تقريرا اليوم تكلم فيه عن الوضعية الكارتية للدولي الجزائري رامي بالسبعين مع عنصار ناديه حيث اهتدى في الأخير إلى أنهم باتوا يكرهونه كرحا شديدا والسبب معروف إصراره على الرحيل الموقع السابق قال عن عنصار النادي لم يتركوا فرصة إلا وصفروا فيها على رامي وكان آخرها في اللقاء الأخير لديونيو برلين الموقع ذاته قال أنهم أنشأوا أصلا هذا المقال نظرا لمؤشر آخر فبعد كل اللقاء يطلب من أنصار بوريسيا تقييم اللاعبين وتقييمهم لابن سبعيني يسوء بعد كل اللقاء اللافت أن مستوى في اللقاء الماضي ضد يونيو برلين لم يكن سيئا لكن تم تقييمه بتقييم كارثي جدا الموقع السابق قال أن التقييم الذي حصل عليه الجزائري لم يكن منصفا وكان فقط لأنهم باتوا يكرهون اللاعب إلى هنا يكون عددنا لنهر اليوم قد انتهى نلتقي غدا إن شاء الله السلام عليكم